السلام عليكم اتمنى تكون بخير بصحة جيدة في هاد نهار يا ربي صراحة ما كتشار سجل معاكم هاد الفيديو تبديد صافي ولا نقول صافي عارة نشجله معاكم هانتو ما الحليب كنا جبناه من عند المرادة الحليب دير البقار يعني طبيعي ويكون في هاد دهنيات بزيف وبديت هنا كنا درت ليطروا اللي اول في هاد الطنجرة هادي وحايت لجاكم وكتلي حل هاد القرعة التاني عاو التاني ودرت ليطروا التاني غادي نحطو غايد فا تسخن غا القاملون وطفيل البوطة انا لسخنات هذي كالطنجرة صافي تتسخن تال حليب تتدفيه ماشي يسخن بزيف ولا شي حاجه غايدفع غايدفع شوية صافي هاده هو اللي مهم فيه صافي وطفيت عليه البوطة وهنا جيت الواحد الطرف دي لتوب دي الحياتي ووصلته وجيت الهنا الحك الحك هو ذاك الورد ديال القوق اللي ما كتعرفوش ذاك الوردة ديال القوق رتتكون مور وملي كتيبس وكتولي بهذا اللون هاده بالماغوم بهذا الشكل هاده كيف ما تشوفو معي رده بحل الزعفران زغيبات هو ولكن وردة ديال القوق هاده بالنسبة لأخوات اللي ما كيعرفوش اللي بغا تشريه ولا شي حاجرك يتبع عند العطار عند العطار تلقاه ولا لحدها شي بلاصة نايد فيها القوق وتشوف ذاك الوريدة دياله ذاك الموف تحيدها تهزقع ذاك الراس دياله كامل وتخليه تيبس وتحتفظ به عندها في المطبخ الشقري على هكا ديال الشيش وتيبقى عندها دائما في المبغات وكتدير بي الجبل البلدي كي يجيزوين ولا الريكوتا والفرماج ولا اي حاجة الموامر كي يجبن هو صافي كيف ما تشوفو معي درتو هنا في هاده كتيسينة هاده ديال حياتي وبدي تكلوي فيها هكا تديروها بحل الشكل ديال السريرة وتت حطيتها تمام وتت خليت الحليب تتوجته ووجت كل شي حطيت حدايا حييت هادهك الحك ما تنخليش هادهك الحك ما نخليش يفزك تنحاول نستعمله ونطرفه ضغيه باش ما يقيسوا المالي باش ما يفسدش ليا لانه ما كيتباعش هنا وما كانش فين غلقاه صافيه تنهزها دياليك الرزايمة كيف ما تشوفو معي هكا وتنبدأ نحطها في هادهك الحليب يدي يا هكا وتنبدأ ندخلها ونعصرها طبيعا الحال يدين كيكونوا مبصولين وذك الشي وانا اللي غن ناكله مش غنبيعه ولا شي حاجة المهم كندخله هكا وكنهز وكننعصر هاد العملية بليد كتدار هكا يتهزو وتبدأ وتعصره يعني تتبقى تقريبا شي ربعات الخمسة ديالتقايق تبقى وتديرو هكا على حسب كمية دي الحليب عوتاني المهم بالنسبة لهذا اللي درت دابا درت ربعات الخمسة ديالتقايق وانا يا هكا تنهز ونعقب نحط وتنعصر كيف ما كتشوفوا معي هكا دي فزقرية هادك سميتو مزيان وتنهز صافي هنا الوقت ديالو هو صافي سالة صافي تنحيدة ديالتقايق تمشيلو هادك سميتو وتنطرفها ديالتقايق بش مرة اخرى اللي بغيتها عودتاني تلقاها هادك الطرف ديالتوب ديالتقايق لانما كرفسات ما توسخات ما تشهاجة بقم زيانة صالحة وهنا عدي لالقا سبيرولينا لالقا سبيرولينا واحد النبتة غنية بزاف بالفوسفور وغنية بالبروتاين بالنسبة الناس اللي ما كياكلوش اللحم هكا ممكن يبقوا يستعملوها الشربات في الحليب مع اليسالات فيما بغيتو تديروها اللي كيشربوا حليب يديرها مع الحليب يعني غنية بزاف زوينة هاد لالقا سبيرولينا هادي وغدينهز منها واحد معلقة صغيرة هكا كيف ما تشوفوا معايا غدينعمرها وغدينخويها في واحد الكاس هكا تنخويها في الكاس وتنهز من هاد الحليب هادا اللي تفيت هكا وغدينخويه عليها هاد الشكل هادا مغلش نديرها دقا واحدة في الطنجرة غدينديرها هكا باش غدينحركها مزيان وقل وقل لانك تتكوّر دغاية انتشمعتها تتكوّر وطيبقوا دوك الكويرات ديالها مجموعين ماداق ديالي زوين انا كيعجبني الماداق ديالي الصراحة كيجيني ومهم واحد الماداق زوين كيعجبني زوين في الفم ما شي حار ولا شي حاجة ولا مور ولا شي حاجة نو صافي وكا نحركها مزيان في هاد الكاس تنحيد لها قاعدوك الكويرات وغدينحاول دبا نخوي كل شي هنايا في هاد الطنجرة باش عادي نخلط كل شي مزيان هانتم ما كيف ما غالي تشوفوا معايا هنخلط وغانا يقبع وتاني نهز ونشلل هادك الكاس تاوه ما نخلي فيه تحاجة ما كبغيش نضيعها هاد لها سبيرولينا لانها غالية وزوينا وجيد صحية يعني ما ميحتاش ان انا نضيعوها صافي هنا بعد ما خلطها مزيان في هادك الطنجرة وتاني بدى نهز دابا وغدينحاول نصفيها لاننا باقي الكويرات والحليب ما صفيتهش في المرة الأولى لانا عرفت غادي نصفيه في التالي قلت بلما نصفيه في المرة الأولى مرة تانية صافي عادي نصفيه مرة واحدة في الاخر وصافي لان الحليب ديال البقر ضروري خاصتين انه نصفيته ونو فيش زغيبات ولا هكا ديال دراع ديال البقر وضروريه ان بغي نصفيه بنسبة الاخوات اللي غايقولييوش ممكن استعملو الحليب ديال اسميتو انا ما عمرني مدرتهش بالحليب ديال ديال سانترال ولا شي حاجة هكا ديال ملك نديرها بالحليب ديال البقر لانو تكون فيها دهنيات بزيف و بش يجيكم زوين وعاقد هاداك الجبن ما لادرتوها بالحليب الاخر لما كانش فيها ليدان ما ذاك الجراس ولا الدهنيات كي ما نقولو ما غاديش يجيكم مجبن زوين ما غايجيش غايجي مزلة والموهم كيف ما تشوفوا معايا هكا انا كنحاول تقولي يدوك الحبيبات اللي بقاو مكورين تنبرك عليهم هكا بمعالقات يقر جو ضغياتا وضغياتا كي هبطو يعني هكا بقيتا صفيتو كلو كامل هاداك الش الكمية اللي عندي جو جيطر ولي درت وما كراش ندي طعش ريطر وادا لانا كنستهلكو بزيف كي عجبني صافي هنا ينبعد ما كملتو وجتغل بلاستيك الغذائي كيف ما كنشوفوا معايا هكا وغادي نغطيه دابا وغادي نخليه على الاقل واحد ساعتين هكا ولكيرا الحال سخون جمدلي يقبل من ساعتين هادا حال بارد كنخليه ودابا خليته تقريبا اكمل ساعتين على حساب الجو اللي عندكم في الطار مرة مرة طلو علي فوتوا واحد الساعة وطلو علي رتيبا لكم جبن غادي نوري لكم كيف شو اللي عندي مهم اغطيتو هكا وخليتو مديرو لفتلاجة دابا لاتشي حاجة تبعوا قرار مراحيل باش نجح معاكم مديروش كي تكملو وديرو فتلاجة اللي خصو التتاي ايروب مزيان بوحديتو كيف مرة تشوفوا معايا هكا هكا اللي بشي طلويت عليه دابا ان اللي لها الشي دبتورة قريبا 12 همعية وجي طلويت عليه دلترا نشوفو كيف شو اللي تيبا لكم وصل لها بالمرحلة هادي كيف ما رتشوفوها معايا بلاتي نوريها لكم مزيان شتوكتي ولي رجبن ها صافي في هاد الحالة ممكن هاو شتوكس ينزل مقاش حليب سائل ولا نجبن هكا صافي تنغطي وغادي ندخلو دابا حل تلاجة تلاجة عادي انا كيعجبني في طربي هذا في الصباح في الصيف تيعجبني بزا في الصباح اوهلا هانتو مدرتو الفارح في الليل في الليل تتادر غيت الليلة بالميكا قرشو من تلاجة وغادي نصر بيقو بارد الفطار دابا بسم الله هانتو ما شوفو معايا كيفش كيت هزها شتو كيفش كتدخل فيها شتو نشاء الله صحي وزوين جيت رائع اوه 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 لانبه عشتوك سيجي حلا الرايف هون بلدي اوه ديشي جاك مو كما يا جاك مو غا يضوكوا لنا غا يقول لنا كدير ونسي هوني عجبني بعد بونا 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 زوين بزاف و جيت صحي جيت صحي تبردوا به هذا الصيف و جيت مقوي مع هاديك الاسبرولينا لا كبيرولينا لالقا اوه ايه اوه واحد ما داك زوين ستركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة